أهلا بكم مشاهدين وتغطيتنا ما زالت مستمرة ويسعدنا أن ينضم إلينا في الستوديو اللواء دكتور طارق خضر رئيس قسم القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة وأستاذ النظم الدستورية أهلا بحضر لك ستة اللواء أهلا وسهلا بسيادتك لعله من حصن الطالع أن تكون ضيفنا بعد مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات وما تم فيه من إعلان عن الإجراءات اللوجستية والقانونية كيف تابعت هذا الاستحقاق الدستوري المهم في تاريخ مصر الحديث بداية من حيث الإجراءات الدستورية واللوجستية والقانونية دعني يا دكتور بعد إذن سيادتك أقول أن الهيئة الوطنية للانتخابات منذ مؤتمرها الأول الذي عقدت فيه وأوضحت أن الأمور اللوجستية تم الانتهاء منها ثم أوضحت أنه سيتم عقد مؤتمر ثاني لبيان كل الموعيد الخاصة بالعملية الانتخابية تلاحظ حضرتك أي عمل متخطط لي بانضباط والتزام وحكمة بتجدوا في الآخر المحصلة نجاح باهر هذا ما حدث للهيئة الوطنية الانتخابات عرفت هي عايزة تعمل إيه وتحدد إيه فخصصت مؤتمر عشان تقول للناس أن الحبر الفسفوري موجود والسواتر موجودة وكل شيء موجود لكن الموعيد لسه هنقولكو عليها نظبوط وبالتالي العملية الإدارية تمت بإحكام شديد ومن هنا جاءت المحصلة قبل ما أقولي سيادتك المشاركة الشعبية جاءت المحصلة أن زي ما حضرتك تابعنا المؤتمر الخاص بالهيئة الوطنية الانتخابات التي انتهت من عشر دقائق أوضح كل الأمور اللوجستية الطابعات وأوراق الطباعة وكل شيء واضح وقال أن ما فيش حاجة كانت نقصة ورد على كل الاستفسارات فضلا عن ذلك أوضح بعض الأمور الخاصة بالعملية الانتخابية وإجراءات الطعن عليها وأن 18 ديسمبر سيتم إعلان النتيجة ومن 19 ديسمبر سيتم دعاية انتخابية إذا كان هناك إعادة ملحلة إعادة مضبوط وبالتالي الأمر واضح وبه مكاشفة كبيرة لذلك كان رد فعل الشعب إيه؟ هل ما لمسه الشارع من ضبط المسائل الإجرائية والإدارية والإشراف القضاء الكامل على الانتخابات هل كان أحد العوامل أو أهم العوامل التي ساعدت في هذا المشهد الذي رأيناه على مدار ثلاث أيام من إقبال والحشود الانتخابية التي أشرت إليها سيدك؟ عشان نتكلم بمنتهى الوضوح بمنتهى الوضوح ده العامل الثاني العامل الأول جينات الشعب المصري لما لقى الوطن عنده آلام شديدة ومتعرض لأزمات كبيرة لا ما قلش بقى سكر سعره غالي ومش عارف إيه سعره إيه لا ده اسمه إيه؟ التضامن القومي روح الولاء والانتماء بتظهر فالكل إيد وحدة وبالتالي هذا هو السبب الأول إن الأمن القومي المصري في مرحلة خطر وبلدنا وطننا مستهدف والبعض عايز يتهجير قصري لإخواتنا في غزة لسينة وعشان القضية الفلسطينية تموت وهي لن تموت وما فيش أي دخول لأراضينا ده خط حمر وبالتالي كل الأمور دي ده كل اللي أنا قلته لسيادتك ده ده العامل الأول الذي جعل الشعب المصري بأسره يتكاتف ويتزاحم على لجان الانتخابات الفرعية في نقطة هنا مهمة والحديث مع سيادتك جميل ومرتب وبيخدني للأسئلة تلقائيا في هذه الجزية تحديدا هناك قبل الانتخابات من دعا عند حدوث الأوضاع المأسوية في غزة إلى تأجيل الانتخابات ومن ثم أجريت الانتخابات في هذا التوقيت رغم صعوبته ورغم ما يحيط بالدولة المصرية من مخاطر على كل الحدود إقامة الانتخابات برغم كل ما حدث وكل ما يحدث حضرتك شايفوا إزاي في عنوان واحد يعني ما الذي دعا إلى إجراء الانتخابات في هذا التوقيت الذي دعا لإجراء الانتخابات الرئاسية في هذا التوقيت أن الدستور 2014 المعدل في 2019 يسمح وحدد موعد للانتخابات الرئاسية قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالي قبلها ب120 يوم على الأقل يبقى إذن المعادل اللي تمت فيه بداية إجراءات الانتخابات كان موعدا سليما متفقا وصحيح الدستور طيب الالتزام بالوقت الحقار بالضبط فضلا عن ذلك لا مش عايزين إحنا نأجل الانتخابات ونقول أصل إحنا في أزمة ومش عارفين الأزمة هتحصل فيها إيه والشعب حاليا ممكن يحصل رد فعل سلبي أو ما إلى ذلك لا نفزنا كل اللي إحنا قلناه وكل اللي رئيس الجمهورية الحالي حدده وكل ما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات التي تعمل طبقا للدستور والقانون وطبقا لقانونها أيضا في حيادية تمة وعلى مسافة واحدة من كل المرش ومكاشفة وشفافية ووضوح كبير نظر ترتب على ذلك إيه لا ده إحنا كمصريين عندنا أخطار هنعمل الانتخابات ما عندناش أخطار هنعمل برضو الانتخابات حالة الاستقرار حالة الاستقرار السياسي والأمني حتى لو في ضغوط اقتصادية حدك أشارت أنه مش وقت الكلام عن مش وقت الكلام ده هقول لي سيادتك حاجة إحنا لما بنقول الشعب شارك العمل التاني اللي أنا بقول لي سيادتك عليه إيه إحنا اتفقنا العمل الأول وجدان الشعب المصري وأنه الألام لازم كله يبقى في مواجهتها كدف واحد طب العمل التاني الهيئة الوطنية الانتخابات لذلك لما سيادتك بتقول لي ده أثر قلت لي سيادتك ده مش العمل الأول ده العمل التاني ليه في نص يا دكتور حضرتك بيقول في الهيئة الوطنية الانتخابات إن عليها الالتزام بالدستور والقانون ولها أن تقرر من القواعد التي تسهل وتبسر العملية الانتخابية بما لا يخالف نصوص الدستور والقانون هي الهيئة الوطنية عملت إيه اشتغلت بقانونية شديدة وباحترام لنص الدستور والقانون وأخذت بعض الإجراءات التي كانت تعيق المصريين من التصويت عملت إيه على سبيل المثال أيوة المصريين اللي في الخارج قالت إيه ما هي كانت من ضمن الحاجات اللي بتقلل إن المصريين اللي في الخارج وتجد واحد مصري مثلا بيعمل عمرة واللي انتخابات شغالة يقول لك اخسارة أنا عملت العمرة الحمد لله بس كان نفسي شارك هي عملت إيه قالت حتى المصريين اللي هم مقيدين في الداخل في السبعة وعشرين محافظة لو في زيارة عمل أو في رحلة أو في فصحة أو في مأمورية في الخارج يمكن أن يصوت في الدولة اللي هو فيها ببطاقة الرقم القومي أو جواز الصفر حتى لو منتهية كميه حتى لو بطاقة الرقم القومي منتهي نمرة اتنين عملت لجان للوافدين كانت الناس تنزل الأول يا دكتور إزاي تقول لي سيادتك أنا نزلت بس أنا مقدرتش أروح اللجنة بتاعتي الوقت دي والمواصلات صعبة ويه ويه لا عملت قالت للوافدين أنتوا حددوا المحافظة اللي حتكونوا فيها يوم عشرة أو حداشر أو اثناشر اللي أنتوا حتصوتوا فيها وحددوا الأماكن هنقول لكو إيه ونحدد لكو ثلاث أماكن اختاروا المكان ونقيدكو هناك تبقى لجان وفدين الأمر أصبح ده كان ملاحظ كمان في موضوع اللجان المقتربين والوافدين أن هي جات زحمة جدا جدا بالمقارنة باللجان النظامية جنبها اللي هي محددة سلفة وكأن الوافدين كان عندهم عائق فعلا زي ما حالت كل ده سيادتك كان بيحيق المصريين طب أنا هقولي سيادتك حالي هل تعلم وسيادتك أكيد تعلم لأنك حصل يعني رب الدكتور وفي الإعلام والكل يشيد بسيادتك 2018 كانت نسبة المشاركة 40.5% دي نسبة مشاركة لانتخابات رئيس مصر 27% أصوات بطلة من الـ 40.5% 27% 28% أصوات بطلة هل هذا يا صح؟ لذلك حضراتكم في التلفزيون سواء الإعلام الخاص أو الإعلام الحكومي في الراديو في كل شيء حددتوا إيه الأصوات البطلة إزاي عشان الناس لا تقع فيها ست سبعة حالات ما يقعوش فيها وقلتها وغيري قالها والصحاطين قالوها وكلنا قلناها والمتخصصين قالوها لذلك مشاركة الشعب كانت كبيرة للهيئة الوطنية الانتخابات وضحت الأمور بطريقة سليمة بسيطة وبعمل منضبط فضلا عن ذلك هل حضرتك شعرت أو أي واحد من الشعب المصري الذي يشاهد هذه التغطية هل شعروا بأي خلل أمني مفيش إطلاقا لجريمة ولا أيا كانت هذه الجريمة ولا كانت نوعيتها إيه ولا ازدحام مرور لعلم ساتك مفروض نحن في وسط الأسبوع والدنيا ما شاء الله لعلم ساتك أنا لم أصوت إلا الساعة أربعة ونص اللي هو بعد العودة من الإستراحة أو مباشرة أحضرت أحضرتك لسه الحبر فراش بالزبط يمكن كمان ويمكن ما تم الإشارة إليه في المؤتمر الصحفي المستشار أحمد بن داري أشار لأن كل الشكاوى اللي وردت إزدحام 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 ما فيش أي مشاكل خروقات ولا طبهوا الإزدحام بيجي إزاي ناس كتير عايزة تأدي الواجب والحق وده يخدني السؤال بقى مهم إحنا كنا في أول يوم في الساعات الأولى بندعو وبنحث المواطنين على نزول دلوقت هو اللي حصل الشعب المصري عرف التسهيلات دي والتيسيرات دي وابتدينا كلنا نقول إعلاميين أو أسادزة قانون أو صحفيين إن حق الانتخاب حق بس الحق تؤديه أو لا تؤديه زي ما أنت عايز بس ده حق من نوع خاص أنا تسألت سؤال ده مبارح من ابني قال لي يا بابا هو بس هو لسه لم يحق لو تصويت فهو حق يعني لازم يعني يبقى فيه غرامة ولا هو واجب قلت له هو حق في إطار الواجب الوطني وهي دي حق داخل واجب وطني بالضبط لذلك يا دكتور إحنا لما بنقول للطلب حق لك وواجب عليك ده في نفس الوقت حق من نوع خاص بالضبط إنه حق لكن الغلاف التاني لي أنه واجب وطني تبقى للمادة 87 من الدستور فإذا كان الحق ده وفي ذات الوقت واجب لا ده يبقى لصالح الوطن بالضبط وإذا كان من حقك أن تسائل وتحاسب فمن حقك أن تستغل سائل حقك وتشارك فضلا عن ذلك يا دكتور مش إحنا كشعب بنقول إحنا مش بنشارك في السلطة البعض بيقول كده نقول لهم ما يلي إحنا بنقول لولادنا الطلبة في النظم السياسية وسائل مساهمة الشعب في السلطة وهو ثلاث حاجات أول حاجة حق الانتخاب وسائل مساهمة الشعب في السلطة أول حاجة حق الانتخاب فهو حق وواجب وطني انتخابات رئاسية انتخابات برلمانية انتخابات مجال الشعبية محلية استفتاءات أيًا كان أنت بتساهم في السلطة لما تروح بيت يدلي بسلطة نمرة اتنين العضوية في الأحزاب السياسية ممكن عايز تشارك خش حزب فلان أو حزب كذا أو حزب كذا أو جي مشاركة في السلطة وعندنا مية واثنين حزب نمرة ثلاثة الحق في الانضمام لجماعات ضغط زي النقابات العملية والنقابات المهنية والتحاد العمال وما إلى ذلك دي كلها وسائل هنا ثلاثة وسائل أو ثلاثة طرق لمشاركة الشعب في السلطة نعم الانتخابات الادلاء بالأصوات في الانتخابات أيًا كانت الانتخابات محليات نيابية رئاسية استفتاءات الاستفتاءات الانضمام إلى الأحزاب والانضمام إلى الكينات الجامعة الضغطية النقابات النقابات عملية مهنية جمعيات أهلية كل دي جامعة الضغط طيب لما الشعب يشارك في السلطة مش ده بيشعر الشعب بكيانه انه هو راح وشارك وقادل بصوته واختار واحد من الأربعة وعشان كذا وكذا 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 ده مش بيعطي أمل ان احنا الحمد لله وصلنا إلى الديمقراطية مش هقولك كاملة إلى حد كبير ده حدث حدث بالفعل لذلك انا شايف ان العملية الانتخابية اللي تمت بارعة فضلا عن ذلك فضلا في الانتخابات فيه إجراءات تمهدية زي ايه تتذكر سيادتك يا دكتور الجداول الانتخابية اللي كان الوفيات يصوته يقولك ده متوفة ازاي قدل بصوته الناس كان عندها حق لأنها كانت يدوية بقت اسمها دلوقتي قاعدة بيانات الناخبين وزارة الداخلية وانا بقولك مش باحتباري ابني وزارة الداخلية فقط لا دي كلمة حق يلزم ان تقال وزارة الداخلية منها قطاع الأحوال الندني مع الجلاز المركزي للتعبئة بقت قاعدة بيانات الناخبين مضابطة محكمة احسنت نمرة اتنين كل قاعدة بيانات الناخبين دي اسمها اجراءات تحضيرية او اجراءات تمهدية تقسيم المحافظات 27 محافظة وعندي مصريين في الخارج وحددتهم وحددت المصريين اللي في الداخل برضو دي اجراءات تمهدية هتقولي كل ده اجراءات تمهدية اقولك ايوه طب امتى بقى الانتخاب بالتصويت او الانتخاب بالمعنى الفني الدقيق ثلاث حاجات تصويت فرز اعلان نتيجة التصويت اللي تم ده اللي احنا بنعيش فيه دلوقتي اللي احنا هنخلصه الساعة 9 تاريخ ان شاء الله ده تصويت المصريين اللي في الخارج التصويت بتاعهم خلص الفرز بتاعهم تم يبقى اعلان النتيجة باقية عندنا في مصر جوه السبع عشر محافظة التصويت تم لسه الفرز ما تمش ولسه اعلان النتيجة المصريين في الخارج على المصريين في الداخل ولعلم سيادتك انا اتوقع وحضرتك يعني انا لما قلت الكلام ده قبل الانتخابات بيومين البعض استغرب قالولي انت متفائل زيادة على اللزوم سؤلت تتوقع نسبة المشاركة كام لولا اننا المحطة الفضائية اللي كنت فيها ناس على قدر فعلا من التيقن قلت لهم من خمسة وستين الى سبعين فرمية ايه بس ترقم يعني نسبة لو وصلنا لها يبقى فيه انجاز غير مسبوك فعلا حيحصل حتى الان لا توجد لدينا اي افضل امبارع وده اعتقد من ضمن الاجراءات المحكمة امبارع رئيس الهيئة الوطنية الانتخابات من امتابع اللي ان انا قلت تصريح فعايز اعرف ياريت يتم وحيقولولي ايه اللي عرفك النسبة كده اه ايه المقدمات تنبق على النتائج المقدمات اللي انا قلت لستك تسهيل وتيسير وكمان اللي احنا بنشوفه كمان في الشارع كمان يعني كل اه فيا دكتور انا امبارع رئيس الهيئة الوطنية الانتخابات كان حوالي الساعة سبعة سيادته صرح المدير التنفيذي معالي المستشارة بن داني قال ان التصويت اكتر من 30 مليون يعني وصلنا 45% امبارع اه كويس النهاردة حتى لو جبنا 20% هيبقى وصلنا للخمسة وستين واحنا دايما بيبقى على عهدنا بالانتخابات ان احنا دايما في الاواخر الدنيا الا خمسة ان احنا بنضغط في الاخر اه وانا متوقع ممكن يعني اعتقد كمان الصورة معانا هتقول ان احنا لحد دلوقت هوت اه شغالين اه لذلك تحقيق معادلة صعبة جدا جدا يعني في جاء في توقيت اقليمي ومحلي صعا اه اجراءات محكمة وفي نفس الوقت تايسير في الاجراءات مفيش عراقيل في اتمام العملاء الانتخابية الوزارة الداخلية تحسها في الموضوع يعني مش واضحة من كتر ما الموضوع فيه امان جدا امان جدا يعني كي انها مش موجود ايه وانت عارف سيادتك اللي حدث سيد وزير الداخلية قم باجتماع مع مساعدة اول ومساعدة الوزير ومدير الإدارات اه ودت توجيهات ايه وعندنا الفيديو كونفرانس وكل التقنات الحديثة كل حد ومتابعة دولية كل ساعة ومتابعة دولية لذلك حتى تجد من الوضوح والمكشفة والشفافية في الهيئة الوطنية سيادة المدير التنفيذي معالي المستشار احمد سيادته قاليه من نصعة قاليه البعض بيقول طيب مين اللي يحضر الفرز يا الوكيل بتاع الناخب بالظرر يا ممثل ليه بس ويحضر ويتابع كل حاجة ويتابع كل حاجة من غير ما يصور وخلص من غير ما يصور ولا يبقى اي حاجة بس مش هيبقى عنده الحصر العددي انه هو يطمئن بس عشان حتى يطمئن قلب نمر اثنين وده تيسير ايه طبعا تسهيل كبير وبعدين نمر اثنين كل سيادته طيب الاحزاب السياسية تحضر الاحزاب السياسية تحضر ليه بزرور ده هو كله فيه تلات مرشحين من الاربعة كل واحد فيهم رئيس حزب مش قصة انه رئيس حزب ان الاحزاب التانية هتحضر لأ ده رئيس حزب هو ممثل عنه ممثل عنده او وكيل او وكيل بس بتوكيل رسم وبالتالي الامور واضحة تماما 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 وعند سيادتك أنا أتوقع أن ما فيش أي طعون بعد ما اللجان العامة تعمل الحصر أنها ستقدم أي طعون وحالك قلت البدايات تنبق بالنتائج لذلك حتى سيادتك يا دكتور تلاحظ أن المرشحين ما فيش مرشح طعن على آخر يعني كان متحدد قبل أول ما يقدموا وحددوا مدة للطعن والطعن يروح الإدارية العليا ودي كمة مجلس الدولة أعلى محكمة في مجلس الدولة المصري ما فيش طعون من أي مرشح للأمور منضبط ما يتم الآن ونشوفه ونتبعه دايما على المؤتمرات الصحفية اللي بتتم داخل الهيئة الوطنية الانتخابية وأنا لازم أستغل وجود حضرتك راجل قانون وراجل أمن في نفس الوقت فالأمور منضبطة تمام والناس فكرتها عن القانون ده حق كيف أنتم طبع أنه هو قوانين صارمة كلمة واحدة لكن بنلاقي مثلا سياسة المستشار المدير التنفيذي للهيئة لما بيكون في مداخلاته مع رؤساء اللجان العامة وفي المتابعة الدورية اللي بتتم كل يوم وأعتقد مرتين أو ثلاثة في اليوم يتم متابعة سير العملية الانتخابية أنه هو سهله في إطار القانون صح اللي هو ما فيش لأ ما فيش لأ فهل القانون فعلا عندنا اللي هو تم إنشاؤه وإقراره 2014 لقانون الهيئة قانون يسمح بالعديد من التيسيرات أيوة وليس حتى في نفس الوقت مع البعد أو التوقي من الوقوع في شبهة أو في تستدعي طعن فيما بعد أحسن هنا الهيئة الوطنية الانتخابات عملت الأمرين إن القانون موجود بس روحه موجودة روح القانون بس ما يبقاش خروج عن القانون وروح القانون منعا ودرعا لأي طعن وبالتالي زي الرقم القومي حتى في مصر لو الرقم قومي مع السيادتك يا دكتور منتهي هتروح وأعتقد إنه دي اللي خالت نسأل السؤال لحضورتك لأنه هو بطاقة منتهية لدي دي بقى النس بتروح طالما هو على قاعدة البيانات على قاعدة البيانات حتى على شاشة التلفزيون الكيو آر كود اللي موجود في الوافدين وفي اللجانة العديد بالضبط فالدنيا يعني عملية انتخابية اسمح لأقول ممتعة جدا ما يبقاش السندي ما فيهاش أي مشاكل الحمد لله المراضي وسهلة وميسرة ومنضبطة كم ومنضبطة ووضحة وما فيهاش بقى حد يقول لك ده مش عارف إيه وده دفع إيه وده كلام إيه ده كلام ده كلام فارغ خلاص احنا وصلنا المرحلة كبيرة في التحول الديمقراطي أنا نفسي بس نعمل زي ما بعض الدول بتعمل مراكز استطلاع قبل المنتخبات ما تتم مراكز استطلاع رأي جيبت بها جميلة جدا ويقول لك إيه فلاني 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 أكتر متاني بتنم من 10% احنا محتاجين ده فعلا محتاجين دي حتتم إن شاء الله أنا أتوقع إن مراكز استطلاع ويتم النص عليها ويتم وضعها وتنظيمها من المتخصصين في وضعها مع تكنيات حديثة عليها أعتقد كل الإجراءات تمت معادة جزئية دي حتى فيما يتعلق بإعداد الكتاب اللي هو الرئيس القادم أو برنامج الرئيس القادم أي أن كان الرئيس القادم تم الإعداد كراسة أو برنامج الرئيس القادم من خلال عدد كتير من الأحزاب وتنصيقات شعب الأحزاب والسياسيين فإذن هي مسألة استطلاع الرأي أعتقد هي حتى تكتمل الصورة 100% بس اللي إحنا وصلنا له واسمح لي أقول لي سيادتك أن الرئيس القادم أمامه تحديات كبيرة جدا 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 لو عندنا وقت ممكن أقول لا أنا مع حضرتك إحنا معنا بقي من الوقت خمس دقائق حتى الآن عند سيادتك يا دكتور لما قلت لسيادتك غزة والاحتلال الصهيوني وضرب المدنيين في حاجة أكيد لفتت نظر سيادتك يا دكتور من أربح تيام الأمين العام للأمم المتحدة استغل وجود المادة 99 في مصاق الأمم المتحدة إن ينبه مجلس الأمن إن السلم والأمن الدولي مهدد بخطر شديد في أي جزء من أجزاء العالم فقال لهم والإمارات العربية المتحدة هي ممثلة للدول العربية في مجلس الأمن في الدورة دي فقال لهم وتم الحقيقة مجلس الأمن انعقد في 48 ساعة لكن اللي أنت كنت مستعدتك أكيد متوقعه واللي أنا توقعته الولايات المتحدة الأمريكية فيتو مش هنوقف الحرب ونرفض الهدنة والمملكة المتحدة اللي هي بريطانيا امتنعت عن التصميم كل ده بيزود التحديات على رئيس الجمهورية القاضي أول حاجة هذا الأمر الذي هو بيستهدف مصر والعلامات عليه كثيرة جدا جدا يعني واضح تماما واضح مستهدف مصر دي أمن قومي أمن قومي مصري وأمن قومي عربي اتنين كل معظم الدول اللي حوالين سيادتك فيها إشكاليات سياسية شديدة السودان الجيش وقوات الدعم بزبوط عند سيادتك سوريا أصبحت ولا حاجة عند سيادتك تحديات كبيرة جدا في المنطقة وزارتين لبنان مفيش رئيس دولة من سنة ونص ورئيس الوزراء قائم بالأعمال ومش عارفين مجلس النواب يختاروا رئيس دولة الإعراء إشكاليات كبيرة إنت الدولة الأمنة المستقرة يقول لك يا سلام هي مصر دي يعني كبيرة قوي كده إنها هي الأمنة المستقرة لا حنستهدفها مهما يعملوا مش هيحصل مش هيحصل إن شاء الله مهما يعملوا وزلك التحدي كبير أمام الرئيس القادم جدا وتحدي أيضا آخر أن أمام شعب أصبح وعي تماما وعيا بفق الأولويات بالزبط أي أن كان مشاكل عندنا فيه عندي قاعدة أساسية ثابتة وهي الحفاظ على الوطن الأمن القاومي والوطن أي وإحنا في الداخل نفعل ما أنا شاء في أمورنا الداخلية حضرتك في أمورنا الداخلية محدش يتدخل دي حاجتنا بالزبط حضرتك شفت المساعدات اللي قدمتها مصر لإخواتنا على رأس الدول في غزة ودول ومطار العريش وتروح وتوصل في جيش تاني مدني بيشتغل في إدارة أزمة كانت من مصر كانت من مصر ومازالت من مصر وستظل وستظل وبتعمل حاليا كما تعلم سيادتك محاولات لوقف هذا العدوان وعمل هدن الوقف هذا العدوان لذلك أنا بقول رئيس الجمهورية القادم ده أكبر تحدي لي رئيس الجمهورية القادم أيضا سد النهضة هيكون من تحدياته رئيس الجمهورية القادم الناحية الاقتصادية وأنا شايف بادرة أمل كبيرة جدا جدا يا دكتور صندوق النقد الدولي متفهم ومديرة صندوق النقد الدولي متفهمة أهمية مصر في المنطقة أو في العالم كله وفي تسهيلات بإذن الله وفي أخبار طيبة هنسمع عنها في القريب العاجل إن شاء الله الحديث مع سيادتك ممتع جدا والوقت مر سريعا ولكن خلينا نتفق في النهاية أن الدولة المصرية بأجهزتها وبشعبها تستطيع أن تفعل ما لا يفحص نعم هذا كلام سديد والقادم أفضل والقادم أفضل وأنا ساعدت فعلا بالمشاركة مع حضرتك أنا اللي بتشكر جدا سيادة اللواء دكتور طارق خضر أستاذ النظم السياسية ورئيس قسم القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة شكرا جزيلا لحضرتك شكرا جزيلا لحضرتك وبإذن الله يعني نسمع خيرا في الدقائق القادمة من يوم التصويت الثالث والأخير مشاهدين اشتركوا في القناة